وفي أخبار أخرى ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على أوكرانيا في أول تصريحات علنية له بعد تحطم طائرة نقل عسكري روسيا في منطقة بلغرود الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية وقال بوتين في اجتماع مع ممثلين عسكريين في سام باترسبرغ إن نظام الدفاع الجوي في الأراضي التي تسيطم عليها أوكرانيا أسقط طائرة اليوشين الروسية بصاروخين وأضف أن الجانب الأوكراني كان على علم مسبق بأن 65 من الأسرى كانوا على متن الطائرة هذا وتشكك أوكرانيا في التصريحة الروسية وأكدت حتى الآن فقط أنه كانت هناك خططا لتبادل الأسرى